خلانا دلوقتي نشوف مع حضراتكم تقرير بيكلم على قواعد قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة في العام الدراسي الجديد عشرين تلاتة وعشرين حيث صدق سيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الرغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على التنوية العامة والأزهارية ودرجة الليسانس في الحقوق دكور وإناس وكمان البكاليريوس في التربية الرياضية إناث وأيضا المؤهلات الجامعية اللي بتمثل احتياجا لقطاعات وزارة الداخلية نشوف مع حضراتكم التقرير ونخرج فاصل ونرجع بعد ونكمل الكلام خليكم دائما مستنين وافق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلب الرغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهارية بحد أدنى 65% للعام الحالي أو العام الماضي والحاصلين على لسانس الحقوق وبكاليريوس التربية الرياضية بحد أدنى تقدير مقبول والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي تفاصيل وضوابط القبول ومواعيد التقدم بدء التقديم للالتحاق الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهارية أو الحاصلون على المؤهلات الجامعية للعام السابق 2021 ويبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1-8-2022 حتى يوم الخميس الموافق 18-8-2022 ولمدة 18 يوم الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهارية وطلبة الدور الثاني لهذا العام 20-22 يبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 4-8-2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31-8-2022 ولمدة 28 يوم الحاصلون على المؤهلات الجامعية لهذا العام 20-22 يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15-8-2022 حتى يوم الخميس الموافق 15-9-2022 ولمدة 32 يوم لأول مرة سيكون التقديم للالتحاق بكلية الشرطة لجميع المؤهلات من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ويتم تقديم تيسيرات وخدمات للمتقدمين للاختبارات في إطار من الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التقديم لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار اللجان قبول الطلبات في الحالات الآتية عدم ارتداء الكمامة كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية من يتبين وجود ارتفاع في درجة حرارته بيتم توفير أقصى درجات الحماية من الإصابة بالعدوى الفيروسية من خلال تعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة بصفة مستمرة التيسيرات المقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة هيكون إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد موعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وذلك تيسيراً على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة وكذا نسخ الأوراق ومنفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري ومنفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوسائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق ويتمتع الطلاب الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بعدة مزايا في مقدمتها مكافأة طوال فترة دراسته توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه كما يحصل الخريج على كافة المزايا الاجتماعية والصحية والرياضية والثقافية المقررة لضباط الشرطة يخضع المتقدمون لاختبارات محددة باجتيازها سيتمكنوا من الالتحاق بكلية الشرطة ليحملوا مش على أمن وأمان هذا الوطن بعد إعدادهم وتأهيلهم داخل كلية الشرطة على مدار سنوات من الدراسة العلمية والعملية